وما هو الأصل في هذه المسألة من الكتاب والسنة أصل رواية الخبر الله تبارك وتعالى أمرنا قال وخذوا حذركم هذه قاعدة عامة في الأمور يدخل فيها الحذر من نقل الخبر الكاذب وأخذ الخبر الذي فيه كذب فأمرنا تبارك وتعالى أن نحذر في رواية الخبر وننقل هذا الخبر بشكل صحيح وكذلك إذا أردنا أن نأخذ الخبر أن نتأكد من هذا الخبر هل صح أم لم يصح فالشرع لم يأمرنا أن نتكلم هكذا أي خبر يأتي نرويه عن الرسول وعن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على الرسول هو أشد لأن هذا شرع ودين وكذلك في قبول الخبر أن نحذر وأن ننتبه وأن نحرس والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة قال ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار في بعض الأحيان إهمال الرجل وتهاون الرجل في نقل الأخبار قد يدخله في هذا الحديث قد يدخله في العمد قد يدخله مهمل أي خبر يقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول هذا الخبر عن تابع عن صحابي قد لا يكون أصلاً قاله لا تابع ولا صحابي ولا الرسول يكون مقولة لبعض الناس والنبي قال كذب عليه ليس ككذب على أحد لأن فيه تشريع فهذا هو أصل المسألة في رواية الأخبار أن الإنسان يحضر أن الإنسان يحتاط من الكتاب والسنة يتنبه لما يرويه ويتنبه لما يأخذه لأنه قد يروي حديثاً فيه خلل فيعتقد هذا المستمع معتقداً مخالفاً للحق أو يعمل عملاً مخالفاً للحق بسبب أنك رويت حديثاً فيه خلل وليس هو مراداً لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم